السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس العلوم للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني الفصل التاسع القوى المشكلة للأرض الدرس الأول صفائح الأرض المتحركة في جزئه الثاني مشاهدة ممتعة مليئة بالفائدة بإذن الله نستعرض معكم أعزائي الطلبة أهداف الدرس وهي كالتالي أولا وصف حركة الصفائح الأرضية ثانيا مناقشة لماذا تتحرك الصفائح الأرضية صفائح الأرض قبل أن نتعرف ما هي صفائح الأرض وكيف تتحرك هذه الصفائح لابد أن نتعرف معا على الغلاف الصخري ما هو الغلاف الصخري؟ الغلاف الصخري كما يتضح لنا من الشكل الذي أمامكم يتكون من القشرة القارية، القشرة المحيطية، والمنطقة العلوية من الوشاح جميعها تمثل الغلاف الصخري، فهو يمثل الجزء العلوي المتماسك من الوشاح يتحرك كما أنه جزء من القشرة يتجزأ الغلاف الصخري إلى 30 قطعة أو صفيحة سواء كانت هذه القطع أو الصفائح قارية أم محيطية حيث تتحرك هذه القطع أو الصفائح فوق الغلاف المائع اللدن للوشاح السفلي إذن الصفائح العرضية هي جزء من الغلاف الصخري وتتحرك فوق الغلاف المائع للوشاح سواء كانت هذه الصفائح قارية أم محيطية حركة الصفائح الأرضية تتحرك الصفائح حركة بطيئة جداً بحيث تحتاج الصفيحة أكثر من سنة واحدة حتى تتحرك بضعة سانتيمترات ويمكن رصد حركة هذه الصفائح باستخدام أشعة الليزر وصور الأقمار الاصطناعية لقياس الحركة الطبيعية للصفائح والتي تتراكم مع الزمن وتصبح مسافات كبيرة لنتأمل الشكل هنا والذي يمثل حدود الصفائح الأرضية وهي منطقة التقاء الصفائح مع بعضها البعض والتي تتميز بأن حوافها قابل الانطباق بعضها على بعض النشاط التقييمي اختبر نفسك عزيز الطالب في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول اكتب المصطلح العلمي المناسب أمام العبارات الآتية قطع تتحرك فوق الغلاف المائع اللدن نعم إنها الصفائح الأرضية ثانيا يتكون من الجزء العلوي من الوشاح مع قشرة الأرض بالتأكيد إنه الغلاف الصخري السؤال الثاني إذا كانت صفيحة تتحرك بمعدل 2 سنتيمتر لكل سنة فما المسافة التي ستقطع الصفيحة خلال ألف سنة وما المسافة بعد عشرة ملايين سنة فكر جيدا في الحساب الرياضي لحساب حركة الصفائح البطيئة خلال السنوات المسافة التي ستقطع الصفيحة خلال ألف سنة حاصل ضرب 2 سنتيمتر في ألف سنة يساوي 2000 سنتيمتر بمعدل 20 متر أما المسافة بعد عشرة ملايين سنة حاصل ضرب 2 سنتيمتر في عشرة ملايين يساوي 20 مليون سنتيمتر ويساوي 100 كيلومتر ما زلنا أعزائي الطلاب في صفائح الأرض المتحركة ذكرنا أن منطقة التقاء الصفائح مع بعضها البعض تسمى بحدود الصفائح كما أن حركة الصفائح البطيئة المستمرة تسبب حدوث ظاهرة الزلازل وهي ظاهرة طبيعية تنشأ بسبب حركة الصفائح المستمرة وقد ينشأ عن حدوث الزلازل كسور كبيرة في صخور القشرة الأرضية والتي تسمى هذه الكسور بالصدوع إذن تحدث الزلازل بسبب حركة الصفائح المستمرة وينشأ عن حدوث الزلازل كسور كبيرة في صخور القشرة الأرضية تسمى الصدوع نتعرف معا الآن على أنواع حركة الصفائح تأملوا معي الشكل الأول الذي أمامكم فنتأمل جيدا حركة اتجاه الأسهم نعم إنها متباعدة إذن تسمى هذا النوع من حركة الصفائح بالصفائح المتباعدة عندما تتباعد الصفائح تتكون قشرة جديدة تملأ الفراغ بينها وتكون القشرة الجديدة أقل كسافة من الصخور المحيطة إذن هنا المنطقة تكون أقل كسافة من المنطقتين على جانبيها لذلك تكون في الغالب ضهرا مرتفعا الشكل الثاني تأملوا معي اتجاه الأسهم نعم إنه اتجاه جانبي تسمى هذه الحركة الصفائح المتحركة جانبيا أو الإنزلاقية عندما تتحرك الصفائح متحاذية أي جانبيا تتسبب في وقوع الزلازل التي تستمد قدرتها التدميرية من التحرير المفاجئ للطاقة المختزنة في منطقة حدود الصفائح الشكل الثالث لحركة الصفائح تأملوا معي اتجاه الأسهم هنا بهذا الشكل إنها متقابلة تسمى هنا بالصفائح المتقاربة عندما تتقارب الصفائح تؤدي القوة الناتجة إلى تكوين الجبال مثال جبال الإنديز في أمريكا الجنوبية ذكرنا أن حدود الصفائح إما أن تكون متباعدة جانبية إنزلاقية أم متقاربة سنركز معا الآن على حدود الصفائح المتقاربة لقد عرفنا أن الصفائح إما أن تكون صفائح قارية أو صفائح محيطية تأملوا معي جيدا الشكل الذي أمامكم عندما تكون حدود الصفائح متقاربة تقارب قاري مع قاري تأملوا الشكل هنا يحدث تصادم صفيحتان لهما الكثافة نفسها ولكن أقل من كثافة صخور الوشاح الواقعة أسفلها لذلك تلتوي وتنثني مكون سلاسل جبلية مثال عليها جبال الهملايا التقارب من النوع الثاني عند تصادم أو تقارب صفائح محيطية مع محيطية فعندما تصادم هاتان الصفيحتان يسبب انزلاق الصفيحة الأعلى كثافة مكونة أخاديد أميقة مما يسبب أيضا تدفق اللابة بجانب هذه الأخاديد وتكون الجزر البركانية عند تقارب صفائح محيطية مع قارية ما الذي يحدث؟ عند تصادم هاتين الصفيحتين فإن الصفيحة المحيطية الأكثر كثافة تنزلق أسفل الصفيحة القارية مكونة الزلازل والبراكين النشاط التقييمي الثاني اختبر نفسك عزيز الطالب في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من العبارات التالية أولا أي القوى تسبب تقارب الصفائح؟ نعم إنها قوى الضغط ثانيا أي القوى تسبب تباعد الصفائح؟ أحسنتم إنها قوة الشد السؤال الثاني أكمل المخطط الذي أمامك حدود الصفائح ثلاثة أنواع إنزلاقية متقاربة ومتباعدة تؤدي الحدود الصفائح لإنزلاقية إلى تكون صدوع جانبية وزلازل أما المتقاربة فتؤدي إلى تكوين الجبال والمتباعدة تؤدي إلى تكوين قشرة جديدة السؤال الثالث ماذا يحدث في الحالات التالية؟ عندما تتباعد الصفائح ما الذي يحدث؟ ممتاز قشرة جديدة عندما تتقارب الصفائح جانبيا نعم الزلازل عند التقارب محيط محيطي أخديد وجزر وعند التقارب محيطي قاري البراكين والزلازل برأيك عزيزي الطالب ما الذي يحرك الصفائح الأرضية؟ للإجابة عن هذا السؤال تأمل الأشكال التالية ثم قم بوصفها بأسلوبك الخاص هل يتضح لديك بالتأمر في الأشكال الثلاث؟ ما نوع القوى التي تحرك الصفائح الأرضية؟ هل يتضح لديك هنا في الشكل التسخين الغير متزاوي أو الغير متوازن في منطقة الجزء العلوي من الوشاح؟ والذي يحرك المواد في هذه المنطقة حسب اختلاف الكثافة؟ تأمل الشكلين التاليين هنا وهنا ما هي القوى المؤثرة في حركة الصفائح؟ تأمل اتجاه حركة الأسهم هل تدل هذه الصورة على قوة الدفع؟ وهنا على قوة السحب؟ إذن لنقم بوصفها معا جيدا وبشكل واضح في الشرائح التالية الأسباب المحركة لصفائح الأرض إحدى النظريات التي تفسر حركة الصفائح هي تيارات الحمل في الوشاح فما هي تيارات الحمل وكيف تنشأ؟ تتولد تيارات الحمل في أي مادة؟ نتيجة لاختلاف كثافة قوامها بين مكان وآخر في منطقة الوشاح هنا نتأمل الشكل هنا أمامنا الشكل الذي أمامكم يعود اختلاف الكثافات إلى التسخين غير المنتظم الذي يؤدي إلى حركة المواد بشكل دائري بمعنى أن المواد ذات الكثافة الأقل ترتفع إلى أعلى بسبب درجة الحرارة المرتفعة والمواد ذات الكثافة العالية تنزل إلى أسفل فتنشأ حركة لهذه المواد بشكل دائري تسمى بتيارات الحمل تفترض هذه النظرية أن الصفائح تتحرك كجزء من الحركة الدورانية لمادة الوشاح ومن العوامل الأخرى التي تلعب دورا في حركة الصفائح قوة الدفع نتأمل الشكل هنا في الصورة التي أمامكم قوة الدفع الناتجة بفعل الأجزاء المرتفعة كما في الشكل هنا عند حواف الصفائح في وسط المحيط إذن مما يحرك الصفائح هي قوة الدفع الناتجة بفعل الأجزاء المرتفعة كذلك السبب الآخر الذي يحرك الصفائح قوة السحب التي تتعرض لها الصفائح عند التقاء بعضها ببعض نتأمل الشكل هنا يحدث صحب للصفيحة عند التقاء صفيحة محيطية مع أخرى محيطية أو قارية حيث تنزلق أحدهما أسفل الأخرى النشاط التقييمي الثالث اختبر نفسك عزيز الطالب في معلوماتك التي تعلمتها الآن السؤال الأول ما الذي يسبب حركة الصفائح؟ نعم تيارات الحمل في منطقة الوشاح السؤال الثاني كيف يمكن لقوة الدفع وقوة السحب أن تساهما في تحريك صفيحة في آن واحد؟ تتكون قوة الدفع من انزلاق الصفائح أسفل منحدر في ظهر المحيط ومع تحرك الصفيحة بعيدا تصبح أكثر كثافة فتبدأ بالغوز في الوشاح ساحبا معها باقي الصفيحة إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته